سواع الخير النهاردة هنعمل فتة الشاوير مصوري كلنا بنحب الشاوير مصوري وبالذات الفتة بتاعت الشاوير مصوري هنعملها النهاردة مع بعض وحنطلحها مظبوطة زي اللي بتجيبيها من محلات الشاوير مصوري بالزبط مكوناتها بسيطة هنعملها مع بعض خطوة بخطوة وان شاء الله مش هيبقى فيها اي صعوبة هنا انا معي الفراخ الفراخ انا قطعتها وتبلتها لان في الحقيقة ما كنتش هصور وبعدين قررت اصور فعشان كده ما تبلتهاش معاكم هي تدبلتها عبارة عن تواب الشاوير مصوري وانا عملها معاكم قبل كده في القناة هحط لكم لينك الفيديو بتاعها والزبادي وخل كمان انا عملة الشاوير مصوري معاكم في القناة برضو هحط لكم لينك الفيديو لوحده فانا هنا تبلتها قبلها بيوم بالبهارات بتاعت الشاوير مصوري والزبادي والخل وحطتها في التلاجة عشان تاخد طعم التدبيلة نجيب طاسة نحطها على النار وننزل بالفراغ بتاعتنا المتدبيلة احنا الطاسة هتبقى سخنة ومش هنقلب الفراغ خالص غير لما تحمر من الوش التحتاني عشان احنا مش عايزينها تنزل الميا اللي فيها لما وشها من تحت حمر هنقلبها عشان الوش التاني برضو ياخد اللون هي بالشكل ده لونها بيبقى محمر زي اللي بنجيبها من عند من على سيخ الشاورمة زي ما انتو شايفينها كده ومش بنحط كتير في التاسة عشان ما تنزلش برضو مية ميتها ولما نطلع مجموعة نحط مجموعة غيرها نروح بقى نعمل العيش العيش بتاعنا احنا هنشتخدم العيش السوري ده هو موجود لو مش موجود ممكن تستخدم العيش اللبناني العادي او العيش الشامي بس هو كل ما العيش كان قرأ بيبقى افضل كمان محلات للشاورمة السوري بيعملوها بالعيش ده هنقصه بالشكل ده مكعبات ويا اما تحطيه في الفرن يتحمر يا اما تحمريه في الزيت انا بحمره صراحة في الزيت لان المحلات بتحمره في الزيت زيت عميق كأنك بتقلي بطاطس كده بالضبط وبتوصلي للون ده نطلعه نحطه على مناديل عشان تمتص الزيت اللي فيه ونروح نعمل بقى الرز بتاعنا هنحط حلة فيها زيت وده الرز البسماتي بتاعنا غسلينه نقعينه لمدة نص ساعة هننزله بقى في الحلة بعد الزيت ما يسخن شوية نقلبه تقلبتين كده بعدين ننزل عليه بالبهارات بتاعتنا هنحط كاري وكركم مش هنحط ملح لان احنا هنحط بعد كده شربة فيها ملح لو انتي مش هتستخدمي شربة ممكن ميا عادي كده حطينا الشربة اهي ممكن ميا لو ما عندكيش شربة ونديله برضو تقلبتين لغاية ما يغلي ونغطي عليه ونوطي خالص كايننا بنسوي الرزة العادي كده الرزة استوى شايفين لونه عامل ازاي نروح بقى نعمل التمية التمية بتاعتنا هنحط البيت بتاعنا في الخلاط ملح لامون الزيت حبة صغيرة بحبة صغيرة وكل مرة بنضرب كتير يعني كل ما نحط شوية زيت بنضرب لنا زي دقيقتين تلاتة بالشكل ده حبة بحبة حتلاقي لونها يفتح وقوامها يبقى سميك بالشكل اللي انتي بتشوفيه بس اهم حاجة زي ما قلتلك ان احنا نحط الزيت حبة صغيرة بحبة صغيرة وان احنا نضرب كتير خلاص بصوا قوامها ازاي عامل ازاي ولونها عامل ازاي نروح بقى عشان نحضر الشاورمة بتاعتنا انا خلاص كده حضرت كل حاجة باضل ان احنا نحطها بقى في الطبقة عشان التقديم شاورمة والعيش والرز والتمية ننزل الاول بالرز شايفين لونه عامل ازاي بعد كده بالعيش مقرمش وجميل وبعد كده في النص نحط الفراخ اللي عملناها شاورمة واخر حاجة بقى الطمية والتزين ده بيرجعلك انت على حسب مزاجك مش بنحط عليها اي حاجة تانية هي بالشكل ده خلاص بقت جاهزة شايفين شاكلها عامل ازاي حاجة كده تشرفك لو عندك اي حد عزمي كمان ولادك مش هيبطلوا يطلبوها ابدا طعمها وشكلها خرافة يارب الفيديو النهاردة يكون عجبكم واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة